موسيقى عقلية كعقلية دولة الاحتلال لا تلقي بالا للمجتمع الدولي وقراراته وتعتبر نفسها فوق القانون ليس غريبا عليها أن تمعن في اعتداءاتها القديمة الحديثة بحق الكل الفلسطيني وزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان في السلطة الوطنية الفلسطينية استعرضت أهم الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين منذ مطلع عام 2011 وحتى يومنا هذا تمادت أكثر وصعدت من نشاطاتها الاستيطانية صعدت من اعتداءاتها المباشرة على المواطنين استمرت في بناء جدار الدم والتوسع العنصري عزلت القدس بالكامل عن محيطها العربي وعزلت قرى القدس عن القدس وبالتالي حرمت أكثر من مليونين فلسطيني من ممارسة حقهم في العبادة أهم هذه الإحصائيات 550 اعتداء على الإنسان الفلسطيني وهدم 342 منشأة فلسطينية من بينها 117 في منطقة الأغوار كذلك أكثر من 12 ألف دنم تعرض إما للتجريف أو الحرق أو لقطع الأشجار وكان المؤتمر قد تطرق أيضا إلى فتوى لاهاي التي صادفت ذكرها يوم عمس التي عرت الاحتلال وكشفت زيفة دعاءاته وأوسط بوقف وتفكيك ما تم بنائه من الجدار العنصري وتعويض المتضررين منه فتوى لاهاي أكدت على أن الاستمرار في هذه النشاطات الاستطانية وبناء الجدار وتقطيع الأوصال يعني عدم تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وبالتالي أكدت على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وحسب الوزارة فإن 189 مستوطنة و263 بؤرة استيطانية قائمة على أراضي الضفة الغربية ليس هذا فحسب بل ذهبت الوزارة إلى بعد من ذلك حينما حذرت من مشروع إسرائيلي جديد يهدف إلى عزل الأغوار عن باقي أراضي الضفة الغربية وهذا إذا ما تم فإن 44% من أراضي الضفة ستكون معزولة تماما ويحضر على الفلسطينيين دخولها إسرائيل ماضية في اعتداءاتها على الحجر والشجر والإنسان الفلسطيني ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والقرارات الدولية وفي المقابل إصرار فلسطيني رسمي وشعبي على مجابهة هذه المخططات بشطة طرق والوسائل من مدينة رامالله مصطفى الخواجة تلفزيون الكدس